موسيقى موسيقى نبدأ بالبداية مع بعض اننا كيف اصلا ننشأ الريلنج من الاركتكتر تاب ننتقل للسيركوليشن عندنا هنا الريلنج ننتبه انو في استهم صغير اسود لما نضغط عليه بيكون في زي دروب داون منيو وننتبه انو عندنا اختيارين الاول سكتش باث ندخل على سكتش مود ونبدأ بالرسم الاختيار الثاني انو مجرد ان ننسوي له بليس يعني نحطه اما على درج او على رامب نبدأ بالاختيار الاول ونشوف الابشن اللي فيه بعدها بننتقل الثاني نختار سكتش باث ندخل على السكتش مود زي ما تعلمنا كيف نكون داخل السكتش مود بعدها بيكون عندنا هنا في دروب عندنا كل الادوات اللي احنا نحتاج نرسم فيها نختار الاداة اللي نمغاها ممكن نختار اللاين كل اللي بعدها بنسويه انو نحط النقطة الاولى وبعدها نتحرك اما انو نكتب المسافة في المؤقتة او انو نختاره مثلا من هنا الهنا بعدها نضغط مثلا عن الاسكيب ونضغط على علامة الصح يكون كذا انشأنا خلونا نشوف الاختيارات اللي كانت موجودة في الابشن بار نتراجع نحذف اللاين اللي احنا نشأناه وناخذ اللاين من هنا مرة ثانية مثلا الاول شيء انها هي تعتبر كسلسلة لما تخلي عليه صح كل اللي هو بيسوي انو انت حتى لو شلت السهم انتقلت المكان ثاني تبقى ترسم يخليه كسلسلة حتى يعني كذا ما يطلعك من هذه السلسلة الا لما تسوي اسكيب لكن لما تشيل الصح قبل لا ترسم نشيل الصح نشوف كيف يكون شكله نشيل الصح من البداية الحين مجرد انك تضغط الضغط الثاني خلاص رح يفصل لك عليه ويعتبر هذا واحد ثاني فهذا الفرق انو لما تكون عليها الصح يرسم كله متصل مع بعض اما الاختيار الثاني هو طبعا افست يعني مكان ما ترسمه ممكن يسوي افست وممكن تحطها بالموجب او السالب مثلا بهذا الشكل يرسمه بعيدا عنه حط المسافة اللي تبقاها والاخير طبعا هو الريديس لو كنت تبغى تحدد مثلا عندك سيركل وتبغى ريديس معين ممكن تختارها من هنا على طول وطبعا ممكن احنا نختار بالdimensions المؤقتة او ان نكتب الرقم اللي نبغاه ونحط الدائرة على طول تكون كذا عندنا هذي كل الاختيارات اللي موجودة في الoption bar كلها بسيطة وتعلمنا عليها فهذه هي الطريقة الاولى نشوف الطريقة الثاني خلوه انو بس نرسم الline مثلا بهذا الشكل وحلنا كذا اوكي نضغط على علامة الصح الطريقة الثانية اللي هو في الريلنج اللي هو place on stair او ramp لما نضغط عليها ما يكون احنا داخل sketch mode ولا شي بس احنا نختار الposition هذا كل الاختيار اللي عندنا اما نحطه على thread او ان نختار الposition حقه على stringer بس نيجي مثلا هنا الدرج نضغط عليه نختار الاختيار يكون عندنا بهذا الشكل طبعا انت لو ما تعرف الاشكال عادي ممكن تتراجع احنا تعلمناها في درس الدرج لكن ممكن تتراجع وتختارها مرة ثانية reeling تختار مثلا الposition الثاني وتشوف كيف يكون شكله هنا بيكون كذا في النص على نفس الsubword اختار الoption اللي تبقى وحطه هذي كل الاختيارات طبعا المهمة وهو نفس ونفس باقي كل الelements ببرنامج الرفت ممكن تحدد عليها مثلا بcontrol او تختار مثلا واحد اللي هو هذا وبعدها تجي من ال properties وتغير مثلا نوع reeling تبقى مثلا نوع ثاني او ممكن تحدد عليه وتبقى تنقلو يكون عندك floor في level 2 وتبقى تنقلو له ممكن تغير من هنا انك تبقى يكون في level 2 او ممكن تغير النوع مثلا لقلاس او اي نوع ثاني فعندك هذه الاختيارات هذي بكل بساطة طريقة انشاء ال reeling الحين بنتعلم بعض التبس ايضا المهمة اللي بتساعدنا لما نسوي placement لل reeling سواء على درج او على ramp في اختيار مهم اسمه offset from path هذا الاختيار بيسمحلك انك تتحكم بمكان ال reeling بدون ما تلخبط بين الانواع اللي موجودة خلونا نشوفها مع بعض من ال reeling ناخذ الاختيار الثاني place on stair او ramp احنا قلني قبل دقايق انه عندنا اختيارين اما على threads او انه يحطك اياها اللي هو stringer ممكن نختار اي اختيار ما تفرق لانه اصلا احنا بنتحكم فيها نضغط على الدرج فكذا حط لنا اياها طيب لو نبغى نغير مكانها ممكن نحدد عليها بعدها من ال properties عندنا هذا الاختيار الثالث اللي هو offset from path ال default هو minus او ناقص 25 ممكن احنا نحطها صفر انتبه للتأثير اللي بيكون هنا نخليها صفر نضغط على enter او نضغط بس مكان فاضي انتبه انه دفلنا اياها على داخل طيب ممكن ايضا نحطها بموجب يعني نخليها بس 25 نضغط على enter فدفلنا اياها زيادة على جوة لو نبغاها تكون ترجع في center احنا اكدنا بنحط ناقص 25 يعني القيمة بالسالب رجع لنا اياها بالنص فممكن تفيدك هذه القيمة بحيث انك تتحكم فيها بدون ما تلخبط بين الانواع اللي موجودة في اختيار حلو اللي كتعرفه بيساعدك اثناء الرسم خصوصا لو بترسم مثلا اشكال معقدة او بترسم اشياء فيها تفاصيل ونفسك تشوف نتيجة عملك او نتيجة التصميم قبل لا تطلع من ال sketch mode الكلام تحسوا صعب ومعقد لكن هو جدا بسيط احنا في circulation اخترنا reeling طبعا اختيار الثاني احنا ما ندخل ال sketch mode احنا بس في الاختيار الاول اللي هو sketch path نضغط عليه الحين احنا لما نرسم ما رح نشوف نتيجة الشغل اللي احنا نسويه الا لما نطلع بمعنى احنا مثلا نبغى نرسم شكل معين اختار مثلا اي واحدة من الاشكال مثلا نبغى هذا الشكل مثلا بهذا الشكل احنا ما رح نشوف نتيجة عملنا الا لما نضغط على علامة الصح ونطلع منه كذا بيكون نشوفها لكن في اختيار بيسمح لنا انه احنا نشوف النتيجة ك3D واحنا نرسم في ال reeling نختار sketch path كل اللي بتسوي انه من options هنا عندك في preview حط عليها الصح بعدها اختار الشكل اللي انت وتبغى ترسم فيه اي شكل من الاشكال وطبعا نخليها مثلا chain اذا احنا نبغاها مستمرة وبعدها تبدأ في الرسم الحين احنا قاعدين نشوف في 3D شكل ال reeling اللي احنا بنرسمه قبل لا نطلع وممكن نتحكم فيه اذا كاننا نحتاجه alignment مع مكان معين مع شكل معين بيكون سهل علينا ان نتحكم فيه نبغى نغير مثلا في التصميم اي شي ممكن نغيره من هنا مثلا نبغاها كذا بعدها نسوي لها trim مثلا SL اول شيء نسوي لها cut بعدها trim يعني حل ان نشوف النتيجة قبل لا نطلع من الرسم مثلا نبغاها بهذا الشكل لا over لا يعني تقدر تعدل وتصبط عليها قبل لا تطلع بيكون سهل عليك انك تقرر عادة تضغط على علامة الصح فحلو انك تعرف هذا ال option كثير من الاحيان نبغى نحط ال railing مو بس على درج او مو بس على مثلا رامب او فلور لا ممكن نبغى نحطها على حائط او عندنا مساحات خارجية بنصممها او نشتغل على urban design project نبغاها على topography فممكن نسوي كذا جدا ببساطة كل اللي بتسوي انك ارسم ال railing بالمكان اللي انت تبغى مثلا هنا حطيناها تحت الحائط هنا تحت topography في الارض هذي مر شكلها غريبة بس رسمتها بسرعة ما علينا الحين مثلا نحطينا تحت هذا الحائط بالضبط مكانه صحيح بنحدده نضغط كيف نحدده بسهولة بدل ما نحدده ونسوي shift او انا من الفلتر لا اضغط بس على tab حددت عليه من tools عندك هذا الاختيار back new host اضغط عليها بعدها حدد على الحائط فكذا بنشوف بكل بساطة انه مش مع الحائط لو عندك مثلا هنا الدرجة ماشية او مساحة خارجية مرة بيسهل عليك هذا ال option نفس الشي هنا نحدد على الرائلينج متأكدنا نحددنا على الرائلينج طبعا تعرف من ال properties او من الفلتر بعدها نفس الشي اختار pick new host واضغط على الارض او التوبوغرافي وتشوف كذا انها ماشية معاها ونفس الشي يعني بجدا بسيط اي شي عندك تبغى تحط عليها الرائلينج نفس الشي بس تحدد عليه واختار pick new host واضغط عليها ممكن تكون انتباهت بالمعلومة اللي فاتت انه لما كان الحائط مائل الرائلينج مال معه يعني ما مشه على مثلا الجزء المستقيم وترك المائل او ما مشه مع المائل وراح مع المستقيم مشه معه بالضبط يعني مشه معه شكل الحائط او بروفايل الحائط بالضبط ممكن يطري على بالك صاحب بس لانه هوست واحد او عنصر واحد او كاتيجوري واحد انه بس حائط لكن لا حتى لو كانت عناصر مختلفة او كاتيجوريز مختلفة بمعنى احنا هنا عندنا درج ستير وعندنا فلور ورسمنا بالضبط تحتهم الرائلينج ممكن نختار pick new host ويمشي معنا على الدرج وعلى الفلور نحدد عليه نختار pick new host ونضغط على الدرج انتبه انه مشه بالضبط ايضا مع الفلور يعني يكمل وممكن توي كده حتى وانت داخل للسكاتش مود خلونا نحذف ونشوف مع بعض نحدد عليها نضغط على delete بعدها نختار من الريلينج نختار sketch path بعدها ممكن ايضا نستفيد من ال preview عشان نشوف الشي اللي احنا نرسمه ويكون مثلا صحيح نختار pick new host لانو احنا لو مختارنا pick new host لأ بيرسم مثلا احنا لو بدانا على الفلور بيرسم معه فمن الافضل نختار pick new host ونضغط على الستير بحيث انه يعرف انه احنا ماشيين هنا نختار من level 1 نرسم من الفلور بلان يعني اسهل لنا عشان نشوف مثلا رسمنا من هنا ونستمر ممكن علشان نشوف في 3D ايضا نضغط الضغط الاولى بنشوف انه ماشي على الفلور لو نبغى نكمل مثلا على عفوا للستير لو نبغى نكمل على الفلور ممكن نضغط من هنا الضغط الثانية بنشوف انه ماشيين عليه لو حتى تبغى تكمل باي شكل ممكن تشوف ايضا انه مكمل عليه هو طلع عنه بس يعني الفكرة وصلت انه انت ممكن ترسم وتكمل وتشوف في البريفيو لو حبيت تكمل شكل الريلينج ويكون عندك كذا هوست لنفس الريلينج احنا شرحنا ادوات الموديفاي كلها بالتفصيل لكن من الادوات المهمة اللي ممكن تفيدك وانت بتشتغل على الدرج اللي هي السبلت تول لو تبغى تحذف جزء معين من الريلينج او لو تبغى تغير بثرا جزء منه لنوع ثاني ما يحتاج انك تحذف وترجع ترسمه من جديد كل اللي بتسوي انك تختار اداة السبلت اختصارها على الكيبورد اس ال لو نسيت من الموديفاي اختارها من هنا من الادوات بعدها بس كل اللي بتسوي انك تضغط مثلا الضغطة الاولى لو تبغى تحذف مثلا هذا الجزء تضغط الضغطة الثانية مرة ثانية ما ضغط نضغط الهينا هذا الجزء لو نبغى نحذفه نسوي له ديليت الحين هذا صار بارت ممكن ايضا نغير نوع النوع ثاني او لو اصلا اللي حذفنا ما نبغى نحذف ونبغى نغيره لنوع ثاني ممكن نحدد عليه ونغير التايب او اي شي من الخصائص وسواء كان على درج او سواء كان على فلور او كان على اول بكل بساطة استخدام اداة السبلت لو تحب تغير او تبدل او تحذف والهينا نكون تقريبا تعلمنا اهم الاساسيات المتعلقة بالهاندريل لو استفد تولو بمعلومة بسيطة شعرني بالضغط على زر الاعجاب في الدرس القادم بنكمل في الريلينك لو مهتم اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد واخيرا لو بتسمعني لهذه اللحظة شكرا جزيلا لك على المشاهدة واتمنالك كل التوفيق والسداد في امان الله اشتركوا في القناة